اذهب الى تيك توك اقوم بعمل ابلود مثلا بدي حمل هذا الفيديو وهذا الفيديو اذا بنصور اذهب الى الادجست مثلا انا عندي هذا الفيديو فيه مقطع بالنصر بدي قطع منه بعمل على الاديت ومثلا بصغره لهون اوكي مثلا انا هذا الفيديو بدي سرعته مثلا تنين فانا بمشي عندي المقطع الفيديو هذا بسرعة تنين والمقطع ثاني بسرعة طبيعية بتقدر التعامل لأكتر من مقطع مثلا بدي ام بدي اخلي هذا الفيديو مقلوب هذا الفيديو مثلا بالعرض او هيك وهذا الفيديو زي ما هو دغري مثلا بدي اضيف اغنية اضفت هاي الاغنية بيمكن اخليها تبلش من هون بيمكن اخليها تبلش من هون انا بالمكان اللي بدي ايا اذا بدي اضيف صورة بروح الـ overlay تحت بضيف الصورة مثلا بحكي عن فيديو و بدي اشحن صورة من ضمنه مثلا بحكي عن موضوع عن اي اش بدي اياه بضيف الصورة بكبس عليها عن نفس الصورة مش على الخط تحت و بحدد الحجم اللي بدي اياه وين تطلع وبالإضافة إذا أنا أحب أختار الثواني اللي تطلع فيها لو أنا حابب هي الصورة مثلا تطلع بأول فيديو وآخر الفيديو بكبس على المستطيل تحت نفس الصورة وبكبس سبليت عشان تصير عندي نصين بكبس مثلا بأخذ أول صورة بحطها بآخر الفيديو والصورة الثانية مثلا بخلي بأول فيديو بختار وين بدي إياها عدد الثواني تطلع فيها ولو أنا حابب أضيف النص بيكبس على التكست اللي تحت وبضيف أي نص بديها صار بإمكاني أتحكم بالنص من خلال كل كلمة الحال مش جاي أول مثلا أنا أختار على الكلمة واحد من وين لوين هاي طريقة صارت أسهل أنا مثلا هي بدي أختار أول الفيديو نصف الفيديو متى تطلع بنزلها تحت مثلا عشان بدي حط كلمة تانية تطلع هي قبلها فأنا أضفت كلمة تانية مثلا أخذ الكلمة لأول الفيديو أو لآخر الفيديو ما تطلع هاي يطلعوا تنتين مع بعض زي ما انتم شايفين صار المستطيل الفوشي الأول لفوق المستطيل الفوشي اللي تحت بختارت دوقيت اللي بديها حطيتها مثلا بأول فيديو بالنص بالآخر مدتها خمس ثواني أربعة اللي بديها طبعا وليل يستفاد أكتر لازم أنتم تطبقوا على الفيديو عشان تستفيدوا أكتر